اشتركوا في القناة وجنوب افريقيا ونميبيا تتحدى شرسة الافيال حيث ان المنتخب المغربي سيواجه اليوم الاثنين نظره الجنوب الافريقي بداية من الساعة السادسة مساء بينما عنوانت صحيفة المصر اليوم سراع ثلاثي على بطاقاتي التأهل في مجموعة الموت المغرب يسعى لتأمين الصدار امام جنوب افريقيا وكوديفوار يتحفز لنميبيا في حين تحدثت صحيفة الوطن المصرية ان افيال الكوديفوار تنتظر الانتفاض على حساب نميبيا والمغرب يبحث عن قمة رابعة امام جنوب افريقيا حيث كشفت ان رونار يدرس اراحة زياش وامرابط وباكسر يقف على نقاط ضعف لترويض الاسود بينما تحدثت صحيفة الجمهورية المصرية عن ظهور الاول للحكام المصري جريسة والذي سبق ان تم ايقافه من الاتحاد الافريقي وذلك بعد الاخطاء التحكمية التي شهدتها مباراة نهاء دور ابطال افريقيا بين الوداد والترجى التونسي مشاهدنا نتمنى التوفيق للمنتخب الوطن المغربي في مباراته امام جنوب افريقيا اتلقوا غدا في حلقة جديدة